محطة جديدة هذه التي استوقفت محافظ محافظة تعز هنا في مدينة التربة جنوب المحافظة حيث وصل إليها قادما من العاصمة الموقتة عدن وخرجت في استقباله هذه الجموع بعد زيارة الأولى التي كانت لجبهة المقاومة والجيش في مديرية حيفان أرسل من خلالها الرجل عدة رسائل أبرزها وأهمها على الإطلاق أن عجلة الدولة وسلطة المحلية بدأت بالدوران في هذه المحافظة التي ما تزال ترزع تحت قصفي وحصار الميليشيات منذ أكثر من عام أتشرف بوجودي في مديرية الشمائتين أنا وأخي قائد المحور نزور هذه المديرية نتفقد أحوالها زرنا بعض المواقع زرنا بعض القبهات بإذن الله غدا وبعد غد وطوال الأسبوع القادم سيكون لنا لقاءات بالإخوة المدراء المكاتب التنفيذية لإخوة أعضاء المجالس المحلية تعزز زيارة المسؤول الأول في السلطة المحلية تطلعات هؤلاء المواطنين باستعادة الدولة والمضي قدما في استقرار مدينتهم وهو ما يظهر في هذه الحشود التي تدافعت لاستقباله طبعا نتشرف أولا بزيارة محافظة طعز الأستاذ المعمري إلى فرع جامعة طعز في التربة ونشكره على هذه الزيارة هكذا إذن تصبح أولى مديريات المحافظة وأكبرها محررة من قبضة الميليشيات فما الذي تنتطره أخواتها من المديريات الأخرى يأمل الناس هنا أن تتخلص المحافظة من حالة الحرب وتكون عودة المحافظة دفعة جديدة وإضافية لدحر الميليشيات الإنقلابية والمساهمة في فك الحصار الذي لا يزال يطوق مركز المحافظة ويبقى السؤال هل ستشهد الأيام القادمة انفراجا في الوضع القائم في هذه المحافظة خصوصا بعد عودة السلطة المحلية أم أن الأمور ستبقى على ما هو عليه الجميع هنا يتطلع لدخول المحافظة مرحلة جديدة مع المحافظة الجديد إما بالحلول السياسية المرتقبة وإما بمواصلة العمل العسكري للجيش الوطني والمقاومة الشعبية حمزي أمين قناة بلقيس من مدينة التربة بمحافظة تعيس اشتركوا في القناة